السؤال الثاني عشر ده الثاني عشر ده في ترتيب الاميل اللي جالنا في الحلقتين شيخ سالم سلام عليكم ما هو عقاب الام الظالمة التي منعت بناتها من الزواج عشان يخدمناها معقولة معقولة في ام يبقى عندها هذا الجفاء وهذه القسوة ده متعة الام اللي بتستناها يعني انا اعتقد كل ام بتجهز اللفة انصح التعبير والمهاد ده وبتجهز اللبس للبيبي لما تعرف انه انثى بتبقى مجهزة هولها وفي ذهنها امتى اجهز لها الفستان انا متأكد من ده كل امرأة سوية طبيعية بتبقى بتجهز اللبس للبنت البيبي اللي هتولد وتبقى في بالها امتى عملك الفستان بايدي ولا اروح معاك للخياطة ولا الترزي عشان يعملولك الفستان ولا جيبلك الفستان في ليلة دخلتك فاي ام هذه التي تمنع بنت او بنات من الزواج عشان يخدمناها مين اللي يقول ده ما فيش ام كده ولو كده الحقيقة يعني تراجع نفسها يفعلا ام ولا لقاتهم في الشارع انا اسف يعني انا اسف انا مش اصد حاجة بس يعني ما ينفعش يا امي ما ينفعش يبقى عندك هذه القصة نحو بناتك ما ينفعش ولا على كل حال يغفر الله لنا ولاك في تعاملك هذا وانت يا بنت مهما كان الله يكرمك حتى لو كانت امك عمل الده هي في النهاية هقولك ايه ساكلك ما قال الله تعالى في كتابه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واحدة الوقت تقولك هيي الحمد لله نربنا في صفنا نعمل نعمله عيالنا هيبرونا ها هما هيبروك اه عشان ما يتعاقبوش من ان الربين انما انت هتتعاقب عند الربين مش معنى القرآن قال صاحبهما في الدنيا معروفا ان حدتك مش هتتعاقب على ظلمك لعيالك صبيان او بنات او عدم عدلك معاهم او عدم تربيتك ليهم لا هما هيبروك او هيبروك انت كرجل عشان ما يتعزبوش بسببك انما انت ان لم يغفر الله لنا ولكم سنعذب بسبب اولادنا اذا كسرنا في حقهم ولم نحسن تربيتهم ولم نعدل بينهم الى اخره والله المستعان